أقامت محافظة القاهرة احتفالية خاصة بيوم اليتيم بحديقة الأزهر بمشاركة نحو 150 طفلا من دور الأيتام بالقاهرة تضمن الحفل توزيع الهدايا المقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كما اجتمل الحفل أيضا على عدد من الفقرات الفنية بالإضافة إلى العديد من الألعاب والرسم على وجوه الأطفال بهدف إدخال السعادة والبهجة عليهم فعلا ده يوم جميل لازم كلنا نشارك فيه بأي حاجة لازم نشارك فيه بوجودنا كفية شارك به لازم نشارك كلنا للأطفال دول ونحسسهم أن مصر دايما معاهم مع أي حد ومعا في كل مكان موجودة معاهم عشان يتعلموا إزاي وهم صغيرين ولاهم وحبهم لمصر وحبهم لبلدهم إن شاء الله